إذا أردت أن تكون شخصية قوية عليك بأهم النصائح أولاً لا تضق باب أغلق في وجهك لأكثر من مرتين إذا لم تجد استجابة اقطع تماماً الشيء الثاني لا تقوم بالاعتذار لأي شخص كائن من كان قام بظلمك أو بقهرك تحت بند أنا أحبه أو هذا قريبي وعلي أنا أن أقوم بالاعتذار لو الشيء الثالث والمهم أيضاً جداً دائماً اتبع إحساسك عند اتخاذ قراراتك ولا تسمع لأحد والأهم تحمل مسؤولية قرارك سواء كان إيجاب أو سلب إذا كانت نتيجة قرارك إيجابية فاسعد بها وإذا كانت سلبية هي سوف تعلمك وتزيدك قوة فلا تتوانم والأهم إذا طلبت أي شيء من شخص اطلبه من غير مطقت أي مبررات لزالباب الطلب بل وعصر علم وقوب الوعي وقوة وحياكم الله